بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الكرام العلماء الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوله مرة أخرى لأنني جئتم من مدينة كولخة ببعثة كبيرة جدا كأنما مدينة بعثت بأفلاس كبيرها إلى هذه البلاد ومدينة تعرف إلى أي قوم يبعث بأكبادها قوم يعرفون كيف يكرمونهم كيف يحبونهم كيف يحترمونهم كيف يبذلون لهم من الخير ما يجعلهم ينسون أنهم جاءوا من مدينة إنما هم من أهلها للبلد ونشكر الله الذي من علينا بهذا اللقاء الكريم لقاء فيه تاريخ لقاء فيه جهاد لقاء فيه تضامن ومحبة بين المسلمين لقاء في أن المسلم يحس بآخره المسلمين أينما كان إذا مسه ضر تألم به كما في الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحماء وهذا الذي يدري في أرض فلسطين حقا دماء في قلوب كل منا ونحن نريد لو كان بأيدينا حقا لعملنا مثل ما يعمل أولاد ذلك المكان ولكن لم نجد غير أن نجتمع ونعلن تضامننا معهم وأن نعلن أننا نجاهد معهم بالدعاء وبالقرآن وبتفكر فيما يحدث لهم وبتألم لما يتألمون له نسل الله تبارك وتعالى أن يكون لهم ناصرا ومؤيدا حتى يصلوا بجهادهم إلى الغاية المقصودة وهو تحرير مسجد القدس وتسلمه إلى المسلمين في كل مكان لأنها سالس الحرمين كما ورد في الحديث ولقاؤنا في هذا الأرض موريتانيا جمعنا فيه شعوبا شتى من سناغال من نيجبيا من غانا من كل مكان في أفريقيا كل المسلمين لما سمعوا بدعوة إلى موريتانيا كلهم نهضوا ولبوا هذه الدعوة لأن فيه دعوة إلى إحياء الكرامة فيهم دعوة إلى إحياء النخبة فيهم دعوة إلى إحياء التآخي والتآخي فيما بينهم وذلك هو مطلب المسلمين وهو مطلب الله تعالى في المسلمين إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم وإذا وجدنا فرصة تعطينا فرصة تعطينا أننا نتلاقى بمثل هذا الجمع الغفير من العلماء بمثل هذا الجمع من أهل السيادة والعز والمقام في الدنيا وعلماء من المدارس القرآنية بعلماء أيضا من المدارس الفرنسية كلهم اجتمعوا وقلبهم يقول شيئا واحدا يا رب أنصرنا وأنصر فلسطين يا رب أنصر الإسلام وأنصر المسلمين يا رب تولنا في من توليت يا رب عافنا في من تعافيت يا رب عاطنا كوة حتى نستطيع أن ننتصر أن ننتصر لقضايانا وأن ننتصر على أعدائنا يا رب أنت قادر على ذلك ونشكر الله تبارك وتعالى الذي منه كما قلت لنا بهذا اللقاء لأن لقاء المسلمين في كل مكان فيه خير فيه بركة كما في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع قدر أربعين من المسلمين إلا وفيهم وليون من أولياء الله تعالى إذا دع الله استجاب له وهذا المجموع من المسلمين أكثر من أربعين إذن فيه عدد من أولياء الله تعالى يستمع الله لهم نرجو أن يكون دعاهم ليس إلا ما ندعو نحن أيضا وهو ينتصر للفلسطين وللفلسطينيين ويحرر القدس ويعيدها إلى المسلمين حتى يكونوا في مكانه الطبيعي وذلك لا يتم إلا بهمة المسلمين وذلك لا يتم إلا بعزم المسلمين وذلك لا يتم إلا بتساند بين المسلمين والتعاون فيما بينهم والإيمان بقضيتهم أنها قضيتهم هم ليس قضية أحدهم حقا فيه قوى عظيمة وباغية يعمل بكل قوته ما يحب أن يعمل يتعالى على الناس يتعالى على الضعفاء ولكن حقا نحن لسنا ضعفاء إذا انتبهنا إلى أنفسنا فالقوة فينا والحق فينا والإيمان فينا وكتاب الله تبارك وتعالى فينا إذن فلسنا ضعفاء ولسنا دون أحد من العالمين ولكن إذا تغافلنا عن أنفسنا أخذنا غيرنا لصالحهم وهذا ما يحدث نرجو من الله تبارك وتعالى أن ندرس دراسة صادقة وجدة في من نحن وماذا نستطيع أن نعمل لديننا ماذا نستطيع أن نعمل لنبينا ماذا نستطيع أن نعمل لأمتنا هل بكاء فقط وتغني لا هذا البقت يجب أن ينتهي يجب أن نقف موقف قوي متين نستطيع أن نؤثر ونستطيع أن نؤثر لأننا نستطيع أن نؤثر لأننا نملك ما لا يملكون نملك النور الله نور السماوات والأرض والنور في المؤمنين نملك القرآن نملك رسول الله صلى الله عليه وسلم نملك الكعبة نملك القدس وهم لا يملكون شيئا إنما يسرقون ويتعدون على الناس بأسلحتهم ولكن إذا إذا تيقظ المارد يوما من الأيام وأرجوه أن يستيقظ هذا المارد قريبا سوف يعلمون أن لله أمورا أخرى غير ما يرون والسلام عليكم مكي بسنغال ورئيس الموريتاني غزواني الذي أعطونا هذه الفرصة لهذا اللقاء لأنهم يعرفون أنه ليس إلا لقاء كريما لا يصدر منه إلا أشياء كريمة يعود إلى شعوبنا ونرجو الله تبارك وتعالى أن يحقق لهم فيما يريدون لشعوبهم وأن يحقق لشعوبهم أيضا فيما يريدون منهم وهو القيادة الحسنة إلى الحسنة والله تبارك وتعالى يقول للذين أحسنوا الحسنة وزيادة وأرجو أن يشيروا من ذلك والسلام عليكم ورسول الله خير زماني وطيبة خير الخلق خير مكاني اشتركوا في القناة